السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنكلم على الماكرو ميليكيولز الماكرو ميليكيولز are large organic ميليكيولز يعني جزئات عضوية كبيرة called polymers يبقى الماكرو ميليكيولز called polymers or البوليمرز are ماكرو ميليكيولز هي عبارة عن جزئات عضوية كبيرة So what is the polymer? A polymer is very large organic ميليكيولز consisting of many subunits بيتكون من وحدات مختلفة these subunits sometimes called monomers كلمة monoe يعني أحادي طيب يبقى وحدة وحدة بسموها subunit طيب poly poly معناها عديد يبقى عبارة عن وحدات مختلفة ترتبط مع بعضها very large molecule consisting of many units together these subunits called monomers this is the polymer we have polymers or macromolecules in the body example number one carbohydrates number two lipids number three proteins number four nucleic acids example DNA and RNA وهذا كاتجوري المجموعة المختلفة اللي احنا قلنا عليهم أربع مجموعة اللي هو الكربوهيدريتس والليبيد والبروتين والنيوكليك أسد this is a macromolecules this is a polymer what is the example of كربوهيدريتس البولي سكريات سكريات عديدة طيب السكريات العديدة دي made up of مصنوع من 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 سكريات وحدية وتلك كلمة من يعني وحدة يبقى الساب يونيتس اللي انا قلت عليها دي ممكن نكتب قصادها منمر منمر يبقى المونمر ده عبارة عن ايه الساب يونيتس او الوحدة الاساسية البنائية اللي بتكون منها المواد المعقدة يبقى الكربوهيدريتس example بولوسكريات made up of مونوسكريات والمنمر طيب اللي بد عبارة عن فاتس example الفات وده composed of جليسرول and fatty acid البروتين بولي بيبطايد للاكسامبل بتاعك لسلسلة بيبتدية عديدة للاكسامبل بتاعك الأمينو أسد الأحماض الأمينية نيوكليك أسز لها الأحماض النووية example DNA طبعا والRNA وده composed of النيوكليو طايد لها نيوكلي تي داتي بقى نيوكليو طايد عبارة عن المونمر اللي هي الوحدات البنائية اللي هي الوحدات البنائية الموجودة في الخلية اللي هي المونمر المونمر ده عبارة عن الشجر والشجر ده يديك اللارج أو اللي هي الماكرومليكول أو البوليمر example البولوساكرايد طبعا الفاتي أسد نصنع عيفة الخلية الفات الممبرين لمينو أسد صنع البروتين نيوكليو طايد زي ما قلت صنع نيوكليك أسد ودين نا 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 خلاص أنا عندي ماكرومليكول جزئات العضوية الأربعة اللي احنا قلنا عليه هاو أر فورميد زي تتكون الأنصر باي دي هايدريشن راكس تفعل بسيط جدا اللي هو عن طريق كلمة دي معناها نزع دي هايدريشن نزع الماء يعني تفاعل تكثيفي يعني بتكسف الحاجة بتشيل منها الماء يبقى الماكرومليكول زي فورميد دي باضي باي دي هايدريشن راكسن أو كوندنسيشن راكسن باي كومباين مونيمر توجيذر باي ريموفين الووتر يبقى بتكون مع بعض بإزالة الماء لونا عندك الوقت مونيمر وده الهايدريشن وده الوه وطلع جزي H2O عشان تبدأ تكون اللينك أو البند between the two polymers this type of reaction is called دي هايدريشن نزع الماء لأنك بتعمل release ليل ووتر مolecules طيب هاو هاو مكرو موليكول سبار او دي جست دي 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 system by hydrolysis كلمة hydro يعني مية lysis يعني التحلل يبقى hydrolysis reaction للتحلل المائي وبالتالي أولك الماكرو موليكول separate into monomers by adding الوطر لو أنا عند long chain او عايز عمل ه breaks down اكسر وكده يبقى you have to add water molecules يبقى لما بتكسر بإضافة الماء يبقى تفاعل اسمه اسمه hydrolysis دا بياخد H ودا بياخد OH ويبقى كده عملت breaks down للبوند الموبود دي 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 can summarize how R the macromolecules formed and how R breaks down this by dehydration reaction formed by dehydration reaction or removing water and this breaks down by adding water which is called hydrolysis ويلا لقاء في الحلقة القديمة إن شاء الله